انتقد نواب في البرلمان العراقي استغناء وزير الداخلية محمد سالم الغبان عن مئات الضباط مشيرين إلى عدم وجود معايير حقيقية في اعتماد تغييرات القادة الأمنيين مضحين أن هناك خلل واضح في عمل الداخلية مطالبين الغبان بتوضيح التداعي الأمني وأسباب تغييرات في قيادات الوزارة لا يمكننا أن نستغني عن ضباط كفاء ونزهين لأي سبب كان ونأتي بضباط غير كفوين لأسباب حزبية أو لأسباب ارتباط عائلي أو لصداقة أو لمحسوبي أو لأي شيء آخر حقيقة ليس لدينا أي تفاصيل عن طبيعة التنقلات وأيضا استبعاد الضباط في داخل الوزارة الداخلية على وزير الداخلية أيضا أن يوضح هذا بشكل صريح للجنة الأمن والدفاع في البرلمان وأيضا على رئيس زراء أن يشرح ما هي آليات ما حصل في طبيعة التنقلات هؤلاء الضباط منهم ما هي الأسباب إذا كانوا مقصرين علينا أن لا نبعدهم فقط ويتم الاستغناء عنهم بل ذهب باتجاه فتح التحقيق في عنوان تقصيريتهم وأيضا إذا لم يكنوا مقصرين ولم تسند لهم التفريط بضباط لعله اليوم هم يعتبرون الخزين استراتيجي لهذه الوزارات الأمنية وخطأ كبير ترجمة نانسي قنقر